اشتركوا في القناة محادثات في مدينة جدة السعودية بين طرفي الصراع في السودان لوقف اطلاق النار وفتح ممرات انسانية شارلز الثالث يتوج رسميا ملكا على عرش بريطانيا والالاف يتابعون مرسم التتويج بحضور قادة عدة دول اهلا بكم مشاهدين الكرام في اولى نشرتنا الاخبارية قدمت الادارة العامة للدوانة خلال ملتقى اهم الامتيازات الجمركية الجديدة لتيسير تفعيل اتفاقية المنطقة القرية الافريقية للتبادل الحر بشراكتي مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبتمويلنا من التعاون الالمانية في خطوة لمزيد تعريف بالاتفاقيات التي ابرمتها تونس مع افريقيا وخاصة اتفاقية المنطقة القرية الافريقية للتبادل الحر من اجل ثقل اكبر لمبادلاته مع هذا الشرك الستراتيجي خصصت الادارة العامة للدوانة ملتقى قدمت خلاله اهم الامتيازات والتحديات الجمركية لتيسير تفعيل هذه الاتفاقية احنا نستند على الاتفاقيات الدولية على غيرات اتفاقية زلكاف واتفاقية كوميسا هما الاتفاقيات مهمة جدا تونس تصادق على الاتفاقية وتنخرط فيها ولكن الاهم هو وضع الاليات ووضع الاجراءات الجمركية والتجارية والاقتصادية والمالية كذلك البنك المركزي كذلك منخرط معنا في هذا المشروع فكل المشروع لتجيع المستثمرين وتبسيط الاجراءات في اتجاه التصدير والاستثمار في مختلف بلدان القارة الافريقية الدعم هذا يتمثل في توسكي رنفورسمنت كاباستي يعني عبرشات التكوين، التدريبات، الدراسات، التبادل مع الخبرات مع الدول الافريقية الاخرى لنجمو نكملوا الانيجوسياشن وندخلوا في استعمال لكاور هذي ومن أجل تعاون أكثر عمقا وأسعى في منطقة التبادل الحر مع أفريقيا أثار المشاركون في الملتقى إلى العوائق اللوجيسية مؤكدين على وجود مقاربات لدحض جميع العوائق تكون لجنة وطنية بنص قانوني واللجنة الوطنية تضم جميع الأطراف في ذلك القطاع الخاص لإدارة هذا الملف، إدارة تكون واقعية إدارة تخدم المصالح العليا الاقتصادية للبلاد وحاجة ثانية نحن من تقريبا أول لجنة وطنية لإدارة اتفاقية الزكاف تتنقل مباشرة إلى الأمانة العامة بأكرة في غانا الخبرات التونسية تكون متواجدة في هيكل الأمانة العامة باشتخدم المصالح العليا الاقتصادية للتونس تعرفوا بين تونس وليبيا عديد المعاملات أغلب المعاملات تتم عبر البر فبوابة رسجدير تعتبر جاهزة ويمكن مزيد تهيئتها بالتعاون مع كل المتدخلين وكذلك مع جيزة لأبدأ رغبتها في دعم هذا المشروع فتونس ستصبح بوابة لإفريقيا تمكن الصادرات التونسية من التوجه إلى عمق القارة الإفريقية وكذلك تمكن الصادرات الإفريقية من مختلف الدول من 55 دولة إفريقية باش تكون أقرب على السواحل التونسي وتمى خلال المرتقى عرض الإسراتيجية الوطنية لتفعيل منطقات القارية الإفريقية للتبادل الحر التي ساغتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الإدارة العامة للدوانة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنامت في سنوات الأخيرة ظاهرة الحفر العشوائي للأبار ظاهرة تفشت وباتت تستنزف المائدة المائية الجوفية وتهدد الثروة المائية في بلادنا خاصة في ظل غياب المراقبة أو المتابعة من الجهات المعنية مجوان 2018 عملنا مطلق ربط المنطقة بالماء لا حياتي المانيوني زوز أبار محاذين للمشروع مش بير واحد ماذا بينا الدولة لفتنة يقول السنة جبال ورقة ذيك جبال ورقة ذيك حتى يعاف لا يحفرش أنا الفلاحة ما تقول لك شهرين ولا شهر وعشرين يوم غير ما تعاني تعاني تقول سنين كل تعاني حتى نتيجة حمالك تنكي عربية خمسين فلاح ستين فلاح منها بيش يعاون رواحهم وتعاون بالدولة شوي على كل ما منعتهم منتهم ومنعهم مش بطلبية حتى حاجة كبيرة يحصل الأجل وغير المحددة لإسندي مصالح المندوبيات الفلاحية تراخيص لحفل الأبار معذلة قد تتسبب في جنوح فلاحين إلى حلول غير قانونية لإنقاذ محاصيلهم الزراعية البيروقراطية الطويلة في إعطاء وإسناد الترخيص للفلاحة رأوا إذا كان الفلاح يعطي مطلب يقعد بالعامين بالثلاثة فيكون مضطر على أنه يتحايل على القانون ويلعب على حاجتين يلعب أولا على ضعف المراقبة وقلة الإمكانات اللوجستية والبشرية لوزارة الفلاحة كما الإدارة التونسية الكل على مستوى المراقبة وعدم تطوير آليات الرقابة وخاصة استعمال التقنيات بالجي بي اس وبالمواقع ذي وهنا ما زالنا متأخرين شوية لكن المشكلوين وقت اللي نرفضه أسكن تبعوا أن الناس كين رفضنا ما حفرتش أبار وإلى لا وهذا هو المشكل اليوم أغلب الأبار العشوائية تحفر في مناطق مصنفة حمراء أي أن الموائد فيها مجهدة وتعاني من الضغط بشكل كبير أكثر من 21 ألف بئر عشوائية بين عميقة وسطحية يتم استغلالها دون ترخيص تتصدر لا يتقبل لوحدها القائمة بما يفوق 9 ألف بئر عميقة من بينها موائد مائية غير متجددة يفقد هذا الاستغلال العشوائية المفرط كمية ضخمة تعادل 540 مليون متر مكعب من الموارد المائية الجوفية معناها ولايات تشهد استغلال مشحف للموائد المائية وتوصل إجهاد كبير واستغلال الموائد يتجاوز 150-160% من منطقتها وفي كبلي ثم مناطق وصلت 220% هذا هادر كبير واختر ويلزم يتحل الملف الأبار العشوائية ويلزم كل الإمكانيات لمقاومتها باش نجموا نمنعوا ما يمكن تمنيعوا في الفترة هذه خاصة وراه إزمة المامشي إزمة ظرفية راي في تونس إزمة هيكلية يلزم نص قانوني يكون صارم ويلزم توظيف كل الإمكانيات ولو أدى الأمر إلى استعمال معناها القوى العامة خاصة لأنه اليوم رانا في الماء ما عادتش قضية تعلع ولا قضية مصيرية ورغم الخطط المتخذة لتصدي لظاهرة الحفر العشوائي للآبار غير أنها لم تردع تجاوزات ويدعو القائمون على شأن الفلاحي إلى وضع استراتيجية متكاملة ومتطورة تحمل مائدة المائية وترعي مصالح الفلاحين يتذمر المواطنون بسيدي بوزيد من سوء البنية التحتية التي تحديد مصدر استنزاف لمصاريف سيانة سياراتهم وشاحناتهم وواحدة من بين حوادثي الطرقات طريق الجهوية رقم 83 التي تصل بين الطريق الوطنية رقم 3 وطريق الوطنية رقم 14 على مستوى مدينة سوق جديد لا تميزها سوى الحفر المتناثرة هنا وهناك تلاحظ أيضا سيارات وشاحنات محملة بالبضعة تتميل وسط الطريق لتجنب الحفر الطريق الوطنية الطريق هذه طربة منزلت من قدر توسطك حتى ليبيا العباد تجيب تنحاز تنمني يجيبك على الرقاب تشدخل منزل بوزين يجيبك على الرقاب يجيبون للأخر يجيبك على شرية هنا تعمل فيها التجارة يكررها بكلها من كياس ومن الضربة من كياسة دي وباعتبار أن معتمدية سوق جديد بولاية سيدي بوزيد تمثل نقطة عبور لعديد الوافدين من ولايات أخرى فإن المحلات التجارية تضررت من الحالة المهترئة للطريق تراجعت مداخلها في الشتاء نعانوا بالمطر متطبعة من كل شي وفي الصيف زادة برشة غبرة برشة عجيج معناها اشتر لكلونات كلها هربوا بصراحة حتى ما عنديش تراس ما زلنا ما خدمناش وعنات هذه السنين نستنوا الغبرة أغزر أختي الغبرة موجودة البنية التاخد مش هر تبطل تتعب بالتنظيف ونسيرو ما قالش حبه يجيب كياس خي ما عاش يجيب للكر تساؤلات كثيرة تراود متساكني معتمدية سوق جديد حول سبب القيام بأشغال التهيئة بهذه الطريقة رغم أنها كانت بحال جيدة وفق رأي أغلبهم أغلبية كلها في أنت وليس كرابة تهرر وليس كام في الجراجات متصلح ما نعرفوش الكياس هذي كان لبس عليه الظهر كان لبس عليه كياس طبي مريق لبس عليه حتى الأرص مريق لا ما نعرفش كبليه مقاول فأمت وبدأ فيه كسر الكياس فأمت ولمرأ أنا بقى يجي عميلهم كسر كما كاك لأنه من هذا تم برنامج يهدف إلى تحسين مداخل المدن عملنا صفقة جديدة واليوم معناها عنا بين يدينا مقاول جديد معناها من المؤمل أنه في فيغري 2024 تنتهي الأشغال ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال بالطريقة الجهوية رقم 83 على مستوى مدينة سججديد في النصف الثاني من شهر ماي الحالي على أن تنتهي في خضون 300 يوما تحتضن مدينة جندوبا وحتى الثامن من شهر ماي الجاري الدورة الرابعة للمهرجان الدولي أربع على أربعة للمسرح المحترفة ويتضمن برنامج هذه التظاهر عروضاً مسرحية من تونس ومن دول أجنبية وورشات علمية إضافة إلى عروض استعراضية بشوارع المدينة هذه الأجواء التنشيطية رفقت افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان الدولي أربع على أربع على المسرح المحترف بجندوبا والذي ينظمه المركز الوطني للفنون الدرامية والرقحية يضم عدة ورشات للطلبة وعشاقة للفن الرابعة للمسرحة يضم ندوة فكرية تأثير الأستاذ دين فرشيشي والدكتور حاتم المرعوب والدكتور عدل بوعلاق فيها أيضاً عروض أجنبية مختلفة دول خمسة دول أجنبية عروض تونسية مختلفة نعتبر الشمال غربه ملتقى الفنانين ملتقى المسرحيين ملتقى المغنين إلى غير ذلك وسعد جداً أنه تكون هذا اللقاء لقاء مسرحي بالأساس وقد بدأنا في الإعداد بل بدأنا في تطبيق ما قدمناه ما وعدنا به الجمهور وتشهد هذه الدورة مشاركة أعمال مسرحية وفرجوية من تونس ومن عدة دول شقيقة وصديقة لتمثل مناسبة للتلاقي ولتلاقح الأفكار بين المسرحيين جينا إلى مدينة جندوبة بعرض المسرحي جيكة حلها عمها وثنائي من إخراج جاندي أحمد هشام يعني كان عرض متميز بحضور جماهيري يعني معتبر وزيرة الشؤون الثقافية حياة الجرمازكتات اتأكدت خلال إشرافها على افتتاح هذه التظاهر العمل على دعم المنشآت والبرامج الثقافية بالجهة بالنظر لما تزخر به من مقاومات مهمة ومتنوعة مشروع إن شاء الله يفرق به الأهالي في موقع بلاريجيا بشيكون فما فضاء استقبال بشيكون فيه المتحف الحديث بشيكون فيه إن شاء الله مستودع أو مخزن للقطع الأثرية اللي يلقاوها معناها في الموقع بشيكون فيه زادة مساحات للتربية المتحفية وسيكون جمهور المسرح وهواته طيلة أيام المهرجان على موعد مع عدد من العروض المسرحية والفرجوية والورشات التكوينية والندوات الفكرية في أخبارنا العربية والدولية استشهد اليوم شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم نور شمس في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية وفي بيان لها أوضحت حركة حماس أن الشهدين كان عضوين بكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرية التابع لها وأنهما خاض اشتباكا مع الاحتلال وأوقع إصابات حقيقية وتوعدت الحركة بالرد على ما اعتبرته جريمة الاحتلال بالمخيم وقد أعلنت القواء الوطنية والفصائل في طول كرم الإضراب الشامل على الشهدين في تطورات الوضع في السودان تتجه الأنظار اليوم نحو جدة حيث يبدأ مندوبون عن طرفي الصراع محادثات بوساطة سعودية أمريكية على أمل التواصل إلى وقف أطلاق النار وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في السودان وارتفاع عدد النزحين نحو دول الجوار هروبا من النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تلتأم اليوم بحثات في جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم بمبادرة سعودية أمريكية وتأتي هذه المحادثات وسط غياب كامل لأي إشارات تهدئة محتملة في الأمد القريب مع توقعات أن تتركز النقاشات حول تنفيذ هدنة إنسانية متماسكة وليس إنهاء الحرب خاصة بعد أن أكد مبعوث مجلس السيادة السودانية عدم قبول أي مقترحات لبحث موضوع المصالحة مع قوات الدعم السريع موضحا أن أولوية الجيش تكمن في حسم المعركة وأكد أيضا مبعوث البرهان أن الجيش قابل المبادرة السعودية الأمريكية لمناقشة ومراقبة آلية الهدنة مشيرا إلى أن وفد الجيش لن يلتقي في جدة بشكل مباشر مع وفد الدعم السريع القوى المدنية المواقعة على الاتفاق الإطاري للمباحثات رحبت من جهتها بهذه الخطوة معربة عن أملها في أن تقود لوقف القتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريقة لحل سلمي سياسي مستديم وكانت الرياض وواشنطن قد رحبت أيضا في بيان مشترك ببدء برنامج محادثات ما قبل التفاوض بين الجيش السوداني وقف بين الجيش السوداني وقواتهم المستديع عن أملهما في عملية مفاوضات موسعة تشمل المشاركة مع جميع الأطراف السودانية تتجه أنظار العالم إلى لندن حيث انطلقت اليوم رسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في حفل تاريخي هو الأكبر منذ عقود بحضور ملوك ورؤساء وشخصية من مختلف دول العالم ومن بينها تونس ممثلا في وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمار في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ سبعين عاما شارلز الثالث يتوجو ملكا للبلاد ويجلسه على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر بعد أدائه القسم ليحكم بالعدل ويدعم كنيسة إنجلترا التي هو رئيسها الفخرية وعلى غرار أربعين من أسلافه احتضنت كنيسة وستمينستر في لندن مرسم التتويش في تقليد يعود إلى وليام الفاتح في عام 1066 وفي عرض يحضره ما يزد عن مئة شخصية من قادة الدول وكبار الشخصيات انضم إليهم الأمير هاري الذي يحضر تتويش والده في فعاليات تتسم بالفخامة والإبهار مرسم شدت لها أنظار الألاف من البريطانيين والسجاح الذين توفدوا منذ ساعة الصباح الباكير على الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر بيكينج هام لمتابعة هذا الحدث التاريخي عن قرب في موكب يضم أربعة ألاف جندي من تسع وثلاثين دولة بالزي الرسمي الاحتفالي ورغم أن مرسمة التويج الملك تضرب بجذورها في التاريخ فإن القائمين عليها حاولوا تقديم صورة للنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل وستعيش بريطانيا على وقع الاحتفالات غدا بإقامة حفلات في الشوارع على مستوى البلاد وحفل موسيقي في منزل الملك وتولى تشارز الثالث الذي سيتمم سنته الرابعة وسبعين حكم بريطانيا خلفا لوالدتها الملك إيزابات عقب وفتها في سبتمبر الماضي ليكون بذلك أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ ثلاثمائة وستين عاما تتصعد وطيرة الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة بخموت التي تقول روسيا أنها تقترب من السيطرة عليها بالكامل فيما تستميت أوكرانيا في الدفاع عنها لاستردادها ما زالت مدينة بخموت التي تعتبرها روسيا نقطة انطلاق إلى مدن أخرى في منطقة دونباس الصناعية وتذود عنها أوكرانيا باستماتة تشهد إلى حد الساعة المعركة الأشرس في الصراع بين الجارتين وقد كشف قائد مجموعة فاغنر يفكيني بريكوجين اليوم أن المساحة المتبقية للسيطرة على بخموت بالكامل تبلغ 2.5 كم مربع وأن الخسائر الأوكرانية في الأرواح تتضاعف يوميا ووفق مصادر أوكرانية فإن تهديد هذه المجموعة أمس بالانسحاب من بخموت لنقص العداد لم يكن إلا مخططا وخدعة لتعزيز مواقعها لمحاولة الاستلاء على المدينة قبل احتفال روسيا بعيد النصر هذا الأسبوع وهو التهديد كان موجها إلى وزير الدفاع الروسي سيركي شويكو الذي ظهر اليوم في المنطقة العسكرية الجنوبية وهو يطالع على جهزية القوات الروسية في ذل تزويدها المستمر بمعدات عسكرية متطورة من الدبابات والمدرعات ما قرأه المحلنون على أنه تأكيد على قدرة وزارة الدفاع على التزويد المستمر لمناطق العمليات العسكرية بالمعدات اللازمة من جهتها اعتبرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الخلافة المتصاعدة بين القيادات العسكرية الروسية مؤشر على عجزها على السيطرة على بخموت على الجبهة الأخرى من القتال أعلنت روسيا إخلاء منطقة زابوريشيا حيث تقع المحطة النووية تحسباً لتطورات جوية محتملة في الساعات القادمة بعد تأكيد كياف استعدادها لشن هجوم مضاد وشيك على المنطقة أعلنت منظمة الصحة العالمية عقب آخر اجتماع لجنة الطوارئ الصحية التابعة لها أعلنت عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير القلق الدولي والتي ظلت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونبهت المنظمة الدول من أن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني انتهاء التهديد الذي يمثله كوفيد على الصحة العالمية بعد أن أودى بحياة ملايين الأشخاص في العالم لأكثر من ثلاث سنوات فإن وباء كورونا لم يعد اليوم يشكل حالة طوارئ صحية عالمية وذلك وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية محذلة في الآن ذاته من أن جائحة كوفيد-19 من أن جائحة كوفيد-19 وأن خطرها مازال قائماً وجاء هذا الأعلان بعد أن اتفقت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في آخر اجتماعاً لها على أن الأزمة الصحية لم تعد تستحق أعلى مستوى من التأهب لكن إمكانية إعادة إعلان حالة الطوارئ تبقى واردة إذا تغير الوضع الصحي في الدول وفي هذا السياق حذر ممثل منظمة الصحة العالمية الدول من استخدام إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية سبباً للتخلي عن حذره أو تفكيك الأنظمة التي أنشأها مؤكداً أن فيروس كورونا لا يزال خطيراً وبإمكانه تطوير متحولاته الخطيرة في أي وقت ممكن وفي تقديرات منظمة الصحة العالمية فأن الجائحة أودت بحياتي ما لا يقل عن عشرين مليون شخص وهي حصيلة تفوق بثلاث مرات من التقديرات الرصمية التي تشير إلى أن وفيات كورونا بلغت 6.9 مليون شخص في أخبار الرياضة